رسم صورة شكل بالانعكاس في المستوى الإحداثي دعونا ننطلق إلى التمهيد التالي ماذا تلاحظ على الصورة المجاورة؟ يا الله يا أبطال ماذا تلاحظون؟ ممتازين زي منكم يقولوا لاحظ أن صورة الطائر منعكسة حول هذا السطح إذن صورة الطائر على سطح الماء تمثل انعكاسا حول هذا السطح فما هو الانعكاس؟ إذن سنتعرف من خلال هذا الدرس على ماذا يقصد بالانعكاس يسمى قلب شكل هندسي حول مستقيم والحصول على صورة مرآة لهذا الشكل انعكاسا إذن العكاس هو قلب شكل هندسي والحصول على مرآة لهذا الشكل ويسمى المستقيم محور الانعكاس إذن لدينا في هذا الدرس الانعكاس وهو قلب شكل هندسي حول مستقيم والمستقيم هو محور الانعكاس فلدي هنا مثال بسيط هذا يسمى محور الانعكاس لدي هنا مثالة الأزرق قمنا بقلبه فأصبح بهذا الشكل فهو يعطي صورة لهذا الشكل ولكن مقلوبة دعونا ننتقل الأمثلة لتعرف عن الإنعكاس بشكل أكثر ارسم صورة المثلث بالإنعكاس حول المحور ثم اكتب الأزواج ومرتب للرؤوس الجديدة طريقة رسم الإنعكاس لاحظوا معي جيدا أعطاني في هذا السؤال هنا مثلث باللغة الأزرق وأعطاني محور الإنعكاس إذن سأقوم برسم الإنعكاس لهذا المثلث من خلال هذا المحور فالطريقة سهلة جدا تابعوا معي فلدي هذا هو محور الإنعكاس أبدأ من هذا الرأس وأعد كم وحدة يبعد عن هذا المحور لاحظوا معي كم يبعد وحدة؟ وحدة واحدة مرة أخرى من هذا الرأس أعد كم يبعد وحدة عن هذا المحور أرسم خط مستقيم بهذا الشكل مقطع وجدت أنه يبعد وحدة واحدة أجي في الجهة المقابلة وأقوم برسم مستقيم متقطع يبعد وحدة واحدة عن هذا المحور وأضع النقطة نطبق هذا الكلام على هذا الرأس هذا الرأس كم يبعد عن محور الإنعكاس؟ نعد واحد اثنين ثلاثة أأتي في الجهة الأخرى لاحظوا معي على نفس الاستقامة في الجهة الأخرى وأعود ثلاث وحدات واحد اثنان ثلاثة وضع النقطة نطبق هذا الكلام على هذا الرأس كم يبعد وحدة عن محور الإنعكاس؟ نعد واحد اثنان ثلاثة على نفس الاستقامة أعد ثلاث وحدات واحد اثنان ثلاثة وضع النقطة الآن أقوم بوصل هذه النقاط بعضها ببعض فلاحظوا معي قمت الآن برسم إنعكاس لهذا المثلث فقلبنا هذا المثلث حول محور الإنعكاس دعونا نسمي الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة نبدأ بالرأس الأول من يعطين زوجه مرتب له؟ أبطال اثنان وأربعة صحيح النقطة الأخرى من يعطين زوجه مرتب لها؟ أبطال اثنان وثمانية صحيح النقطة الأخيرة هذه النقطة من يعطين زوجه مرتب لها؟ أبطال أربعة وخمسة صحيح دعونا أيضا نأخذ مثال آخر أرسم صورة المثلث بالانعكاس حول المحور ثم اكتب الأزواج ومرتب للرؤوس الجديدة هذا هو محور الانعكاس سأقوم الآن برسم انعكاس لهذا المثلث من خلال عد كم تبعد وحدة رؤوس هذا المثلث عن محور الانعكاس فدعونا نبدأ من هذا الرأس كم يبعد وحدة عن محور الانعكاس نعد لاحظوا وحدة واحدة على نفس الاستقامة في الجهة الأخرى أعد وحدة واحدة فقط إذن هذا هو هنا الرأس نأخذ الرأس الآخر كم يبعد وحدة عن محور الانعكاس نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة على نفس الاستقامة أعد أربعة وحدات واحد اثنان ثلاثة أربعة وأضع النقطة ما تبقى لدي إلا نقطة واحدة هذه هي ماذا تلاحظون عليها أبطال ممتازين زميلكم يقولون لاحظ أنها تقع على نفس محور الانعكاس فصورتها تقع أيضا على نفس محور الانعكاس هنا نقوم الآن بوصل هذه النقاط بعضها ببعض إذا لاحظوا قمت بعكس هذا الشكل حول محور الانعكاس الرؤوس الجديدة من يعطين إحداثيات هذا الرأس أبطال أربعة وواحد صحيح من يعطين إحداثيات هذا الرأس أبطال أربعة وخمسة صحيح من يعطين إحداثيات هذا الرأس أبطال ثمانية وأربعة صحيح دعونا الآن ننطلق إلى السؤال الآخر ارسم صورة الشكل الرباعي بالانعكاس حول المحور ثم اكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة من يحدد لي محور العكاس من يحدد لي محور العكاس أبطال بارك الله فيكم هذا باللون الأسود هو محور العكاس ما هي الطريقة ممتازين نقوم بأخذ هذا الرأس مثلا ونعد كم يبعد عن محور العكاس نعد سويا واحد اثنان ثلاثة أربعة وجدنا أنه يبعد أربعة وحدات الخطوة التالية ممتازين زي منكم يقول على نفس الاستقامة للأعلى أعد أربعة وحدات منه أنطلق من هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة وهذه نقطة نأتي للرأس الآخر كم يبعد وحدة عن محور العكاس يبعد وحدتين واحد اثنين على نفس الاستقامة أعد وحدتين واحد اثنين وهذا النقطة الثانية النقطة الثالثة كم تبعد عن محور العكاس نعد واحد اثنين ممتازين ماذا نفعل أبطال على نفس الاستقامة نضع النقطة بس نعد كم وحدة وحدتين واحد اثنين وهذا النقطة الثالثة النقطة الأخيرة كم تبعد عن محور العكاس أبطال نعدها سويا واحد اثنان ثلاثة أربعة ماذا نفعل؟ على نفس الاستقامة أعد أربعة وحدات واحد اثنان ثلاثة أربعة وهذا النقطة الرابعة الآن أقوم بوصل هذا النقاط بعضها ببعض بحيث تشكل عندي شكل ربعي إذن نحدد الآن الأزواج مرتب للرؤوس الجديدة من يعطين احداثيات هذا الرأس؟ ممتازين ثلاثة وتسعة صحيح من يعطين احداثيات هذا الرأس؟ أبطال أربعة وسبعة صحيح من يعطين احداثيات هذا الرأس؟ سبعة وسبعة صحيح من يعطين احداثيات هذا الرأس؟ تسعة وتسعة صحيح ممتازين دعونا الآن عزائي الطلاب ننتقل إلى سؤال آخر ما أوجه الشبه والاختلاف بين الانسحاب والعكاس؟ أولا نأخذ وجه الشبه عندي هذا انسحاب وهذا العكاس فماذا تلاحظون؟ ممتازين وجه الشبه أنه تحويل هندسي إذن كلاهما وتحويل هندسي تكون فيه صورة مطابقة الأصل هذا الشبه الاختلاف أبطال الانسحاب يحرك الشكل من مكان إلى آخر دون تدوير وقلب ممتازين فالانسحاب فقط هو تحريك الشكل من مكان إلى آخر أما الانعكاس فهو يقوم بقلب الشكل بينما ينقلب الشكل وين؟ في الانعكاس هذا هو أوجه الشبه والاختلاف بين الانسحاب والانعكاس ننطلق إلى سؤال آخر أرسم صورة الشكل الرباعي بالانعكاس حول المحور ثم أكتب الأزواج مرتب للرؤوس الجديدة لدي هنا الشكل الرباعي سأقوم برسم صورة بالانعكاس حول هذا المحور فعندي محور الانعكاس هذا باللول الأسوال نبدأ من هذه النقطة ما هي الطريقة؟ أبطال نعد كم تبعد عن محور الانعكاس وجدنا تبعد وحدة واحدة الخطوة الأخرى على نفس الاستقامة أعد وحدة واحدة وأضع النقطة نأخذ الآن الرأس الآخر كم يبعد عن محور العكاس؟ نعد سويا واحد اثنان ثلاثة أربعة على نفس الاستقامة أعد أربعة وحدات واحد اثنان ثلاثة أربعة وأضع النقطة نأتي لهذا الرأس ماذا تلاحظون علي؟ أبطال زميلكم يقولون لاحظنا هذا الرأس يقع بالضبط على محور العكاس فصورته تقع أيضا بالضبط على محور الانعكاس نأخذ الرأس الأخير كم يبعد وحدة عن محور الانعكاس؟ نعد واحد اثنان ثلاث أربعة على نفس الاستقامة نعد أربعة وحدات واحد اثنان ثلاث أربعة ونضع النقطة الآن نقوم بوصل هذه النقاط بعضها ببعض الآن سنكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة نبدأ بالرأس الأول من يعطيني إحداثياته؟ أبطال ستة وخمسة صحيح الرأس الثاني من يعطيني إحداثياته؟ سبعة وسبعة ممتازين الرأس الثالث من يعطيني إحداثياته؟ أبطال عشرة هذه تسعة اللي بعد عشرة وسبعة صحيح الرأس الأخير من يعطيني إحداثياته؟ أيضاً كذلك عشرة وأربعة ممتازين أبطال بارك الله فيكم الآن دعونا ننتقل سوياً إلى أسئلة التقوي اكتشف الخطأ رسم يزيد وطلال إنعكاساً لمثلث حول محور عمودي أيهما كان رسمه صحيحاً برر اختيارك ماذا تلاحظون على رسمة يزيد وماذا تلاحظون على رسمة طلال؟ من يجيبني؟ نبدأ أولاً بيزيد ماذا تلاحظون على رسمة يزيد؟ ممتازين زي منكم يقول ألاحظ أن الشكل فقط تم سحبه دون تدويره أو قلبه لاحظ نفس رسمة الشكل قمنا بسحبه اليسار إذن يزيد رسم انعكاس أم انسحاب ممتازين رسم انسحاب بينما طلال لاحظوا معي قام بقلب الشكل وقلب الشكل يعني انعكاساً إذن الحل الصحيح هو لطلال لأن يزيد قام بسحب الشكل أما طلال قام بعكس الشكل كما مطلوب في السؤال نعلل ذلك نقول لأن يزيد عمل انسحاباً للشكل وليس انعكاساً ننطلق إلى سؤال آخر حدد الانعكاس الصحيح بوضع علامة صح همام الرسم الذي يمثل انعكاساً الرسم الأول لديه هذا الرسم هل هذا يمثل انعكاساً؟ ممتازين أبطال لا ماذا نسمي؟ انسحاب صحيح نأخذ أيضاً رسمة أخرى هذا الشكل لاحظوا معي هل هذا يسمى انعكاساً؟ أبطال صحيح لا لا يسمى انعكاساً ممتازين لا لماذا؟ لأنه لم يعكس الشكل ويقلب الشكل نأخذ أيضاً مثلاً آخر هذا الرسم لدي لاحظوا هل هو صحيح انعكاس؟ أبطال صحيح لماذا؟ لأنه قام بي قلب الشكل نأخذ الرسم الأخيرة لاحظوا معي هذا الشكل هل يسمى انعكاس؟ أبطال لا يسمى انعكاس لأنه لم يقم بقلب الشكل حول المحور وهذا هو المحور بعدما استعرضنا الأمثلة والتدريبات وتقويم درس اليوم دعونا نلخص درس اليوم تعلمنا اليوم رسم صورة شكل بالانعكاس في المستوى الإحداثي الانعكاس يسمى قلب شكل هندسي حوله مستقيم والحصول على صورة امرأة لهذا الشكل انعكاساً ويسمى المستقيم محور الانعكاس فلديه هنا هذا المثال البسيط فهذا يسمى الانعكاس وهذا يسمى محور الانعكاس إلى هنا وصلنا النهاية الدرس لهذا اليوم أسأل الله القديم لكم التوفيق والسداد في أمان الله